لسه مع البلوة اللي وقعت على ملايين البني أدمين أول مبارح وهي قرار ترخيص المحلات طب استنى الدنيا كيتمشي شوية ويبقى فيه شغل وفلوس وتعمل بقى ساعتها لجان وترخيص إنها ما تفرج اسمع أبقى أجي بقى للأهاوي والشاش دي مقطة مهمة جدا أهم جزء في موضوع الشاش ده إنه هو يبقى بعيد كما قرأت وصلحني أعمل المدارس والمسادم والبيوت يا فندم وماذا عن المنازل ما هو تحت المنازل وقائم بالوقت والرخصة سينكفز الاشتراطات وتنفيذ الاشتراطات يعني لابد يعمل مدخنة ويأذي للمدخنين وليها قصة كده مدخنة وباب مش عارفة إلكتروني يعني إيه باب إلكتروني ده يعني إزاي باب إلكتروني مش فهمه يفتح ويقفل أعمل باب بيفتح ويقفل إلكتروني إزاي يا فندم بعدي منه يفتح لي قمشي يقفل يعني باب عادي يعني باب عادي بس فيه سنسور يفتح ويقفل سنسور؟ يعني أنت معقولة فيه قهوة يا سياد النائب موبرده أنا مش عايزة أحمل الناس سواني بس أحمل الناس هي الناس مش مستحملة قلاص الوضع صعب يعني الأسعار قرادية غالية فأنا بحمل الناس مصاريف زيادة وقول الأهوة اللي عنده شيجة باب إلكتروني فيه دراع يقفل باب إلكتروني ده أريده ما فهمتوش بصراحة أصلاً أريدت القانون كله بس ويفتباعه وقول تعرى القرارات كلها باب إلكتروني وينهبه اللي إحنا فيه ده يعني انت يا لميس زعنا على باب إلكتروني؟ باب يا لميس باب إزاز باب خشب انت ده اللي مزعالك؟ قال له علمني الهاف يا أبا قال له تعاف الفرغة وتصدر انت اللي مزعالك الباب ايه؟ قال لا يعني الرجل دافع راسم وعينة ودفع على رسوم ترخيص وتشحور وتبهدل وبعدين وقف على الباب لا لا وقف على الباب سهلة سهلة يا لموس سهلة قوي مزعلان على المعاينة والشيشة ومزعلانك بس الباب لكن الموضوع مش كده الموضوع عشان تقرأ صح هو سبوبة السيسي بيدور على أي حاجة هو عين بص عشان تبقى محافظة عند السيسي أو وزير عشان تقدم مصوغات تعيينك وتوريه إنك ناجح لم من ناس فلوس تعالها تفكيرك كده هو قالها أنا معارش أقالها فقاني خطاب بس قال عايزين أفكار تجيه فلوس وهفكرك ليه مختار خطاب قاعد لحد الوقت الحرام يا وزير اللي أوقاف لأنه طلع بسبوبة العيد بتاعة الدفتر دي لما خلى الأئمة رجل دين مسلم يتسول من المصلين يا جماعة والنبي الدفاتر الله يخليكم اشتري سك الأضحية هو ليه هو كمل ليه مختار خطاب كمل لأنه عارف يجيب له فلوس خلصنا من سك الأضحية في العيد العيد الكبير بقت الأئمة تطلع على المنابر يتسولوا على الناس اشتروا النبي سك الأضحية خلصنا من العيد آه بص أهو قالها وصح برافو عليك يا علي يبتوق الإقصاد قولولي أعمل فلوس من أي حتة غير أني أنصب وأختف آهو هو ده السيسي أنا بعينك ليه عشان تجيب لي فلوس بص اتشقل بكده وجهت لي فلوس فوزير اللي أوقاف طلع له قصة سك الأضحية وبعين عجبتهم قوي قالك نتخمله طول السنة طيب خلص سك الأضحية خلص طلع له إيه بقى آه فتح له مغارة علي بابا اللي أوقاف الإسلامية اللي هو شام أمنة اللي هو لسه معينه ده اللي هو وزير التنمية المحلية ده حكم المحلي والحاجات دي طلع له بقى قصة ده احنا عندنا محلات فتحة من تلتمية سنة وعندها ترخيص وعندها كل حاجة طب إيه رأيك نلعب من جديد اللي فات مات ونلعب كل ده يترخص وقعدين إيه نعمل خطة نجيب الرحاني آه مش عارف بكم حبل عشان خروف كام جردل عشان خروف مش عارف إيه فإحنا بقى نعمل إيه رسم معينة للمحل ونعمل رسم تخصيص ونعمل بقى نفضل بقى نفنت كده وموافقة من الجهة الأمنية فأنا جزاماتي مثلا أروح للمباحث أقول لهم أنا جزاماتي من نبي الدوني موافقة عشان الورشة بتاعتي أنا حلاق أقول لهم روحوا هاتو فعشان تقرأ الموضوع صح أعرف ناس أبوبة والسيسي حاطت عينه على فلوس الناس وده اللي بيتقال بينه السطور نسمع كده أبو الزابط نشأة الدقيقة ليه قل كمان فيه اقتصاد غير رسمي 3-4 تريليون لو 4 تريليون تاني ده مكتهم هقول للناس والعالم كله اقتصادي يا جماعة مش 8-12 12 تريليون 12 تريليون يدخلوني من ضمن المجموعة اللي هي مجموعة الأكبر في العالم المجموعة العشرين اوعى تتخيل إن الدولة عايزة تقفل لواحد مصدر رزقه اوعى تتخيل ده الدولة بتحاول تعمل أي فرصة للناس عشان تعيش لا لا معلش بقالش هو قال 12 تريليون اللي هيرموهم من المحلات من الاقتصاد غير رسمي هيدخلونا في دولة العشرين لا لا بالرحة بس أنا مشكلتي هو قال إن 12 تريليون اللي هو السوق الاقتصاد التحتي الاقتصاد غير الرسمي بيدور فيه 12 تريليون معلش كابوا منين الرقم ده بس لو جبناه لو خدناه ودخلناه في الاقتصاد الحقيقي هيدخلنا في دولة العشرين اسمعوا كده دخلوني من ضمن المجموعة اللي هي مجموعة الأكبر في العالم المجموعة العشرين ليه 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 استنى استنى بس ليه مين اللي قالك مين اللي قالك إن الاقتصاد غير الرسمي 12 تريليون ده واحد ومين اللي قالك إن إحنا لو جبنا الـ 12 تريليون هنخش مع الجي 20 مين اللي قالك مين اللي قالك العشرين دول دي دول صناعية كبرى الاثناشر تريليون دول معلش نشأة دجنيه مش دولار فانت هتفكوهم بحاجات بكم مليون دولار يعني يعني الاثناشر تريليون اللي انت هنفقهم دول بعدما الدولار لو سعره الحقيقي حاجة وثلاثين جنيه هتنفق هتخلصه منك كده يتحقوله كم مليون وخلص على كده دولار فازاي تخش يعني ازاي انت محسس الناس انت عمال تشوح كده وتلوش انه اتناشر تريليون في السوق ثم بقى الاثناشر تريليون بقى مين اللي قال ان ده اخصصات غير رسمي واحد يا عم محمد وانت رايح جاي كده بالبلوفر بتاعك ده واحد فتح محلي من خمسين سنة حلاء كوافير عنده سجل تجاري وعنده رقم ضريبي وعنده خط تليفون تجاري وعنده عدات تجاري وعنده عدات كهرباء تجاري يبقى الزيق صدغي الرسم بطلوا الناس مع الناس اشتركوا في القناة